بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين جلالة الملك ورئيس القمة أستسمحكم بأن أتلو على جمعكم الموقر الرسالة الموجهة إليه من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إن سيادته يعتذر لكم على الطارق الذي حال دون تمكنه من الالتئام بكم ومشاركاتكم مواصلة جهودكم المباركة الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأمة والإعلاء من شأنها وتعزيز ما تتطلع إليه من أمن وأمان ونماء بداية نص رسالة رئيس الجمهورية تلتائم القمة العربية اليوم في ظرف دولي صعب وفي ظرف إقليمي أصعب بكثير فالأزمة الحادة التي ألمت بمنظومة العلاقات الدولية قد أصبحت واقعاً معاشاً يرمي بإفرازاته ومخلفاته وتداعياته على العالم بإسره دون تمييز أو تفريق وما العجز الذي أصاب آليات العمل الدولي المتعدد الأطراف وعلى رأسها منظمتنا الأمامية وجهازها المركزي المتمثل في مجلس الأمن إلا مؤشر من مؤشرات هذه الأزمة الحادة التي ما فتئت ترهن حاضرة ومستقبل السلم والأمن والتنمية والرخاء في المعمورة قاطبة أما فيما يخص منطقتنا العربية فالأكيد أنها هي الأخرى تمر بمرحلة مفصالية مرحلة مثقلة بالتحديات والأزمات ومرحلة تتجسد صعوبتها وتتجلى خطورتها فيما يتربص بأهلنا في غزة من تهديدات وجودية وفيما توجهه القضية الفلسطينية برمتها من أخطار التصفية المخدقة بها إن قضيتنا المركزية أحوج ما تكون اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تقدم صفوف المناصرين لها وتكون أول المرافعين لصالحها وتتموقع في طالعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي وعلى هذا الأساس فقد عملت الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن بكل أمانة وبكل وفاء وبكل إخلاص على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدوى الأعمال منظمتنا الأممية وكأبرز قضية تستدعي تصدر أولويات المجموعة الدولية وكأهم قضية يستوجب الإيمان بها تعبئة الجهود وحشدها من أجل نصرتها على الوجه اللائق بمقامها في وجدان شعوبنا وواقع دولنا في هذا الإطار وفضلاً عما تمليه المرحلة الراهنة من أولويات أولويات تكثيف الضغوط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القصري للفلسطينيين فإننا في الجزائر نعتقد تماماً الاعتقاد أنها ما بعد الحرب على غزة ينبغي أن يكون مغايراً ومختلفاً تماماً لاختلاف عما قبلها وأن ما بعد الحرب على غزة يقتضي لمس صفوف وتوحيد الطاقات وتعبئة الجهود من أجل بعث حل الصراء على أسس عادلة ودائمة ونهائية طبقاً لما التفت حوله المجموعة الدولية من مراجع وضوابط وشرعية ثابتة وأن ما بعد الحرب على غزة يجب أن يفضي لا محالة إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة دون أي قيود أو شروط أو معوقات ومن هذا المنظور فإننا نرحب أيام ترحيب الزخم المتزايد للاعترافات الرسمية بدورة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة إن القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمتنا الأممية بهذا الخصوص منذ أيام قلائل لا يجسد في مضمونه وفي مراميه حقيقة تاريخية وهي الحقيقة الدامغة التي أدركتها آخيرا المجموعة الدولية برمتها فجوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني وحل هذا الصراع لن يتأتى إلا عبر إنجاز هذا المشروع والتعجيل بقيام الدولة الفلسطينية ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستأنس بجوهر هذا القرار ونطالم مجدداً مجلس الأمن بإعادة النظر في ملف عضوية دولة فلسطين استدراكاً لما فوته على نفسه وفوته على المجموعة الدولية بأسرها من فرص لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي إن استرسال في الحديث بإسهاب عن القضية الفلسطينية لا يحجب على خلدنا ما تعانيه العديد من أقطارنا العربية من أزمات متعددة ومتشعبة ذات أبعاد أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية فالأوضاع في السودان الشقيق وفي ليبيا الشقيقة وفي اليمن الشقيق وفي باقي ربوع الوطن العربي المحرومة من نعمة الأمن والاستقرار بحاجة هي الأخرى إلى دورٍ عربيٍ بارز يسهم في إطفاء فتيل الفتن بين أبناء الوطن الواحد ويدرع عنهم ما يتربص بهم من تهديدات وأخطار جراء التدخلات الخارجية التي تزداد توسعاً وحدةً وشراصة إنها نجاعة العمل العربي المشترك وفعاليته في هذا الظرف بالذات وما يتسم به من تحديات جسيمة تعيد إلى واجهة الأولويات ملف إصلاح جامعة الدول العربية وتقوين أساليب عملها إصلاحٌ يتقوى الإحساس بضرورته وإصلاحٌ باتت تتوسع رقعة المطالبة به وإصلاحٌ أضحت مواطنه تتضح للجميع فالإصلاح يفرض نفسه أولاً لتدارك ما فاتنا من جهود ومساعي في مواجهة التحديات الراهنة والإصلاح يفرض نفسه ثانياً لتوحيد صفوفنا ورسها أكثر في الدفاع عن مصالحنا المشتركة وقضايانا المركزية والإصلاح يفرض نفسه ثالثاً وآخيراً لإعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك واستعادة عافية الوطن العربي واسترجاع موقعه كفاعلٍ دوليٍ مؤثر في مجريات الأمور على الساحة العالمية انتهى نص الرسالة الرئاسية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً للمشاهدة